انطلقت عمليات صيانة وتنظيف جميع المرافق في المباني المدرسية وتشغيل التكييف وبرادات المياه استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد استعداداتنا إن شاء الله طيبة وطبعاً هذا الفضل يرجع لفكرة التخطيط المسبق التي تفضل فيها أو تابعها مع الوزير التربية ووكيل وزارة التربية وجميع الوكلا المساعدين مكلفين رسمياً في مباشرة أو متابعة ما تم إنجازها بالصيف من جهات الاقتصاد سواء كان من القطاع الهندسي أو من مراقبة الخدمات في تابع الوزارة التربية بالأمس جميع الشركات انزلت في جميع المدارس اللي هو 165 مدرسة بما فيها المدارس طبعاً الستة الجديدة الموجودين في جابر الأحمد وشمار صرب أصلة بخار فريق عمل من مدراء الإدارات في المنطقة التعليمية لمتابعة العمل المطلوب وتذليل المعوقات المنحوظات هذه أتت من الميدان من خلال تقارير تم رفعها من مدراء المدارس إلى قسم التخطيط عندنا في المناطق التعليمية ورفعها بالتالي إلى قطاع المنشآت لمتابعتها من خلال إدارات المكتب الهندسية فيما يتعلق بالصيانة ورفع ما يخص له جانب النظافة وجانب الحراسة وغيرها إلى مراقبة الخدمات في الوزارة تمكنت مدرسة أم عطية الأنصارية بنات في وقت قصير من تهيئة ظروف استثنائية لبداية العام الدراسي الجديد وتوفير كل الإمكانيات عمل جبار تقوم به وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي الجديد انطلاقة مبكرة لتفعيل دور جهات الاختصاص في متابعة جاهزية واستعداد المدارس لاستقبال الهيئة الإدارية والتعليمية في بداية سبتمبر لتلفزيون المجلس فايز البطي